السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أهلا بكم في قناتكم معلومة في دك النهاردة انشاء الله هنقدم لكم أبرز الفواد الصحية للتين تابعوا معنا للتين العديد من الفواد الصحية المزهلة لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية سوف نعرض عليكم فواد التين البرشومية للجسم والحامل والتخصيص والعديد من الفواد الصحية التي يحتوي عليها التين إن الجسم السليم يحتاج إلى نظام غذائي سليم ويعد التين هو الروتين اليومية ويجب أن يتضمن هذا النظام على العناصر والمواد الغذائية التي تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الهم التي يحتاجها لحمايته من الإصابة بالأمراض ومن أغناء الفواكه التي يمكن أن يتضمنها النظام الغذائي هو التين ما هو التين؟ التين البرشومية هو أحد الفواكه الاستوائية الصيفية وتنتشر زراعته في الأماكن الحرة ويتميز بمذاقه الحلوة والمميز ولونها الداكن وملمسه الناعم ويحبه الكثير من الأشخاص ومختلف الأعمار والكبور والأطفال كما أن التين يستخدم في العديد من الصناعات مثل الحلوة والمربة والعصور ويكثر استخدامه في شهر رمضان الكريم وخصوصا بشكله المجفف كما أن التين يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين با واحد وفيتامين با اثنين ويحتوي التين أيضا على الكاليسيوم والبوتاسيوم والفسور والمنجنيس لذا فإن التين يحمي من العديد من الأمراض الخطيرة من أهم فوائد تناول التين البرشومية للجسم نظرا لإحتوي التين على العديد من الفيتامينات والعنصر الهامة فإن له العديد من الفوائد نظرا لإحتوي التين على مضضات الأكسادة التي تحارب الخلايا السرطانية والجذور الحرة والتي تسبب أمراض السرطان خصوصا سرطان القولون كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان وأحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض يساعد التين في تنشيط الدورة الدموية وزيارة تدفق الدم إلى القلب كتعزيز قوة القلب وحماية من أمراض ومشاكل القلب مثل تصل بشرين والجلطوط أو الأزمات القلبية والسكتات القلبية يعمل التين على تقليل نسبة الكوليسترول والدون الثلاثية في الجسم نظرا لإحتوياء التين على عنصري البوتاسيوم الذي يعمل على توازن نسبة السوائل في الجسم وبالتالي حماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم وإبقائه من خفض يساهم التين في إدرار البولة وبالتالي تخلص الجسم من السموم وحماية الكول من تكوين الحصوات أو التلف وإصابة المثان بالأمراض يساعد التين في ارتخاء الأوعية الدموية مما يساعد في انخفض ضغط الدم يعتبر التين من الملينات القوية التي تستخدم في تسهيل عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء والجهاز الهضمي وتسهيل خروج الفضلات وعلاج البواسير يحمي تناول التين من الإصابة بالأنميا أو فقر الدم وذلك لأن التين يحتوي على عنصري الحديد الذي يزيد من نسبة الهي مجلبين في الدم إن تناول التين يساعد في علاج قرحة الفم واللثة فويد التين البرشومية للعظوم أولاً نظراً لأن التين يحتوي على عنصري الكاليسيوم بنسبة كبيرة فإنه يحافظ على قوة العظوم ثانياً يساعد التين على نموها بشكل صحي وسليم وحمايتها من الهشاشة وأيضاً حماية الأسنين من التسوس ثالثاً كما يساعد تناول التين في علاج التهابات المفاصل والألام الناتجة أما فويد التين البرشومية لصحة العين أولاً عنصر المنغنيزة الذي يوجد في التين يساعد في الحماية من الإصابة بأمراض العين مثل الضمور البقاعية أو العمى والتي يكون الإنسان أكثر عرضة لها عند التقدم في العمر ثانياً كما أن المنغنيزة ينشط الإنزيمات والتفاعلات في جسم الإنسان فويد التين البرشومي الصحية للرجال أولاً يحتوي التين على العنصر البوتاسيوم الذي يعتبر من أهم العناصر في إنقباض وإنبساطة وتقوية خلايا العضلات ثانياً يساهم التين في تعزيز القوى الجنسية لدى الرجال وحمايتهم من الإصابة بسرطون البورستات ثالثاً فويد التين في علاج ضعف الانتصاب رابعاً يعمل التين على زيادة إنتاجها وقوة الحيوانات المنوية فويد التين البرشومية لصحة النساء أولاً يساعد التين في علاج تأخر الدورة الشهرية ويعمل على تخفيف الألم المصاحب لها ثانياً يحسن تنيول التين البرشومية من الحالة المزاجية وتقلبات المزاج المصاحبة أثناء فترة الدورة الشهرية فويد التين البرشومية للبشرة والشعر أولاً إن تناول التين يساعد في ترطيب الجسم والبشرة وعلاج العديد من المشاكل التي قد تصبها مثل الإكزيمة أو البقعة الداكنة وغيرها ثانياً يستخدم التين في تقوية الشعر وبصيلياته وحمايته من التصاقط والتلف وحماية فروة الرأس من القشرة والالتهابات فوائد التين البرشومية لصحة الحامل يجب على المرأة الحامل الاهتمام جيداً بصحتها أثناء فترة الحملة وذلك لأن الجهاز المناعي لديها يكون ضعيف أثناء فترة الحملة مما قد يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض هي والجنين يجب أن تتبع السيدة الحامل نظام غذائي يزيد من مناعة الجسم ويحافظ عليه من الأمراض ومن أفضل العناصر التي يمكن تناولها أثناء فترة الحملة هو التين إن تناول التين يسهم في زيارة إنتاج اللبن في أثادية تناول التين يحمي المرأة الحامل من الإصابة بالهشاشة ومساعدة الجنين على نمو العظام والأسنان واللثة بشكل سليم وصحية يقلل التين ويخفف من أعرض التوتر والقلق التي تصيب الحامل قبل موعد الولادة يعالج التين أخطى المرض قد تتعرض له المرأة الحامل أثناء الحملة وهو ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يسبب لها تسمم الحملة والإجهاض يعالج التين مشاكل الجهاز التنفسية مثل السعيل والتهاب الحلق وضيق التنفس فوائد التين البرشومية للتخسيس يعد التين البرشومية من أحد العناصر الغذائية التي يجب على الأشخاص اتباع حمية غذائية تناولها أثناء التخسيس وذلك لأن العديد من الفوائد الهم للتخسيس ومنها الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة وتقليل الشهية والرغبة في تناول الطعام نظرا لإحتباء التين البرشومية على الألياف الغذائية يعمل التين على معالجة الإمساك وتخلص الجسم من الدهون الزائدة والمتراكمة وبالتالي خفض الوزن كما أن التين البرشومية من الفوكهة السكرية قليلة السعرات الحرارية وبالتالي فإنها تمد الجسم يعد التين البرشومية من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات فما هي أضرار تناول التين البرشومية؟ على الرغم من الفوائد العديد التي يقدمها التين البرشومية واحتوائها على الفيتامينات والعناصر الهامة إلا أن لتناول التين بعض الأضرار قد يؤدي الإكثر من تناول التين البرشومية إلى الإصابة بالإسهل وذلك لزيادة نسبة الألياف في الجسم يحتوي التين على نسبة كبيرة من الأكسلات والتي عندما تزيد في الجسم تتبلور وتؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية والأمراض قد يؤدي تناول التين البرشومية بكميات كبيرة إلى منع امتصاص الكاليسيوم والحديد في الجسم لو وصلت إلى نهاية الفيديو أتمنى من الله عز وجل أن تكون استفدت فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس وضغط لايك ليصلك كل جديد مفيد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته